السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا في هذا الفيديو هذا التاريخ اليوم هو 5 أكتوبر الساعة العاشرة واربعين دقيقة بتوقيت أمريكا بتوقيت مي يورك على بعد تقريبا ساعتين أو ساعة من التسجيل في القرعة الأمريكية يعني انطلاق التسجيل في القرعة الأمريكية لهذا السنة سيبدأ اليوم إن شاء الله فأريد أن أركز على بعض الأمور المهمة لتذكير الناس بها أول شيء اللي هو ليس من الضروري أن تتسجل اليوم يعني كيف تسجلتي اليوم كيف تسجلتي غدا كيف تسجلتي وسط الشهر كيف تسجلتي آخر شهر لا يوجد أي فرق يعني الفرق راه ما كانت يعني لا يوجد أي فرق أنك تسجل اليوم مش غير لي تسجل الأول أو اللي غادي يربح هذه معلومة غالطة جدا يعني تجنبوا هذه النقطة هذه بالتأس مش بالضرورة أنك تسجل واللي تتسجل أغلبية اللي تتسجل في الأول بكثرة السرعة أو بكثرة توقع في الخطأ فتجنبوا هذه المسألة بكثرة السرعة أن الإنسان يتسجل بهذه المشكلة يعطيه معلومات خطأة في التسجيل بحكم أنه بغي يعني يصرع في تسجيل دياله فكما قلت مش بالضرورة أنك تسجل اليوم مش بالضرورة أنك تسجل بالليوم لأنه لا تقدر توقع في الخطأ من هذا الناحية هذه بحكم أن اليوم تخيل معي العالم كامل كرة الأرضية كاملة غالت تسجل في القرعة الأمريكية يعني تنقوله الأغلبية ديال أفريقيا كاملة يعني والآسيا كاملة تقريبا وجزء من أوروبا كذلك اللي تتسجل في القرعة الأمريكية اليوم يعني غالي يكون تخيل معي واحد قوم من البشر أو من الناس أمام واحد الباب واحد باب واحد كل شيء بغي يدخل من هذا الباب اللي هو الموقع تسجيل فتخيل معي الضغط اللي غالي يكون على الموقع فبالتالي الناس غالي تعطين معلومات ديالها يقدر يتقطع لك الكونيكسيو تقدر الموقع يتبلوكا يقدر بزلت العواميل اللي انت تقدر تكون أنك تسجل شي ولكن تعاود تسجل مرة أخرى باش تأكد وتصدق مسجلتوك مرات يعني في القانون تيقول لك إلا تسجل شي أكثر من مرتين في السيسلام تيرفضك مباشرة فكذلك تعليمات ديال القرعة تيقول لك أنك متسجلش أكثر من مرة تسجيل أكثر من مرة مباشرة لإقصاء من هذه الناحية هذه هذا من جهة من جهة أخرى جهة أخرى اللي نبغي نركز عليها وهي يعني المعلومات يعني إعطاء المعلومات مثلا أنت غالي تمشي عند واحد شخص مثلا قد يكون مقهى أنترنت أو سيبير أو جمعية أو غيرها من الأمور يعني هذا الشخص تيكون عنده بزاف ديال الملفات يعني كثير من الملفات كيف هذا الشخص بكثرة الملفات اللي عنده ما يوقعش في الخطأ مستحيل على الأقل ثلاثة أو ربعا ديالناس اللي قدروا يوقعوا في الأخطاء الفادحة في التسجيل فحداري من هذا المشكل هذا حتى الناس اللي تتسجلوا لا يحصل لعوان رأي كثرة الناس تيكون عليهم ضغط بزاف فالأخطاء تتوقع ويوم المقابلة شكول اللي تيدي اللومة يعني قبل قبل الناس تتدوز المقابلة قبل ما يؤديوا القصام تيقول لي القونسول القصام بأن المعلومات رأي قلت يا صحيحة إلى هدي فهذاك اللي تدوز المقابلة تيقول له بغيت نقول واحد الحاجة بأنني رأي مول سيبير أو مول كده اللي تسجني رأي كندر لي واحد الخطاء وكده 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 يعني انت اللي تتدلو في التسجيل في الأول فلا يحصل لعوان يعني بكثرة الضغط دي الناس يعني بزاف دي الملفات إلى آخره فالناس تتوقع في الخطأ حتى الناس حتى الناس رأيها تدير معلومات تتعطي لهذا الناس اللي تسجلوهم تتعطي يعني تتعطيهم معلومات خطأ ربما يعني الاسم ربما تاريخ الميلاد معارفش كيف شي تكتب يعني تاريخ الميلاد في أمريكا الشهر هو الأول عد اليوم عد السنة فتتعطيه أنت هذا الشخص اللي غادي تسجلك يعني يقدر يقلب لك النهار والشهر ولا أنت تكون صاحب الخطأ بالدرجة اللولى فتحرى في إعطاء المعلومات المعلومات ديالك ربما هذا الأمر هذا غادي جيك غريب ولكن الناس ستخطأ في الاسم ديالها وفي التاريخ ديال الميلاد ديالها حتى كذلك يقدر هو يكون مجوج وتيقول لهذاك الشخص وغير سجني غير بوحدة لما تدخل الزوجة تاعي أو ما تدخلش الأولاد ديالي فهذا غير تتضيع الوقت ديالك يعني في التجيل غير تتضيع الوقت ديالك نفترضه أنك نجحتي في القرعة الأمريكية فراه الإقصاء مباشرة عدم إدراز الزوجة عدم إدراج الأطفال فهذا الإقصاء مباشر من من الدرجة الأولى من الدرجة الأولى إقصاء مباشر بدون نزاء عليه حتى كذلك الناس اللي تكون مثلا مثلا زوجة مزوجة بزوج وهذاك الزوج عنده مع أولاد مع مرأة أخرى وما تدخلش الأولاد دياله فهو كذلك تكون خطأ في التجيل الأولي في هذه المسألة هذه اللي نبه عليها يعني يجب إدراج جميع أطفال الذين غير متزوجين تحت 21 سنة تحت 21 سنة والتعليمات رهها موجودة في الموقع الخارجية بخصوص هذه المسألة بأكد بأدق التفاصيل من هذه الناحية فالمرجو عدم الوقوع في الخطأ لأن الأمر لما تربح في القرعة الأمريكية وتنجح في القرعة الأمريكية غالي تدفع الثامن غالي غالي قد تسوي الناس وتسوي الناس عندهم خبرة وهذه 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 فنفضل أنك تدارك الخطأ دابة وتشجل بطريقة صحيحة وسليمة وتعطي المعلومات بطريقة مضبوطة بطريقة 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 تسجيل في استمارة الدفع طلب الهجرة وكذلك يوم المقابلة والأمور تكون عندك سنك سنك يعني تكون الأمور مضبوطة مئة في المئة من هذه الناحية بالدات حتى الناس اللي تغلطوا في تاريخ الميلاد تقلبوا النهار مع الشهر فردوا البال الله يجزيكم بخير ردوا البال لهذه المسألة بالدات لأن فاش غادي تربح في القرعة الأمريكية وغادي تشجل في الاستمارة دي أس ميتين و السين باش تدخل معلومات خاطئة على تاريخ الميلاد فتيوقع لك بلوكاج بلوكاج بمعنى تتبلوك هذه الدي أس فتتبقى أشهر وانت تطلب مركز كنتاكي تترسل لهم الإيميل تترسل السفارة ولا أحد يجيب تنقول لك الناس ربحات علنات في القرعة الأمريكية من شهر خمسة ولا شهر ستاق ديل هذا العام هذا وما زال لحد الآن تتعاني من هذا المشكل ديل البلوكاج ديل الدي أس يعني تنقول لك الناس ما زال ما تحللش لهم المشكل ديل هاد المسألة ديل البلوكاج ديل الدي أس لحد الساعة ف نتمنى الفكرة تكون وصلت أكدوا من البيانات دي لكم ونصيحة نصيحة لوجه الله بغيتي تشجل رأي موجود الفيديوهات هل جاد ديل الفيديوهات كثير من الفيديوهات اللي بإمكانك أنك تعرف تعرف كيفاش تشجل بإمكانك تشجل راسك براسك ما محتاج أنك تمشي عند شخص اللي عنده بزاف ديل الملفات عنده بزاف ديل ناس يتسجلوا عنده كثير من الناس أنهم دافعين الطلاب باش يتسجلوا في القرآن الأمريكية ماشي بالضرورة تمشي عند شخص أو واحد الجمعية أو واحد المقهى ديل الانترنت اللي عنده بزاف ديل طالبات وقع يعني باش تفادى هاد المسألة هادي بغيت يتمشي عند هاد الشخص هاد يشجلك إلى آخرية الأمر راب صير وقف على الشغل ديالك يعني الشخص اللي غادي يشجلك يعني تأكد من المعلومات اللي غادي تعطيه يتكون مضبوطة وصحيحة وما تنسى شي حاجة من هاد الناحية هادي وراقب معاه ودخل معاه البيانات وهو غادي كونفيرم معاك وشوكات تكتب الاسمية وهاد الأمور راه واضحة وباينة ما محتجاش لإنسان أنه يوقع في الخطأ في هذه المسألة هادي لأن كثير من الناس تتعرضوا الإقصاء يوم المقابلة تخسروا الأموال ديالهم تخسروا الملف الطبي تخسروا الفلوس الفيزا وفي الأخر الفيزا ديالهم مقبولة بسبب خطأ في التسجيل الأولي فلا يجازيكم بخير يعني تفادوا هذه النقاط من هذه ناحية هذه بالذات احتى المعلومات المعلومات اللي تعطي يعطيها يعني كما هي تكتب كما هي تكتب في الوثائق الرسمية بتاعك يعني كما هي تكتب في الوثائق الرسمية بتاعك لكن الناس اللي تتخطأ الاسم الشخصي والاسم العائلي ديالها يعني يعني ما نقدرش نصف لك الناس اللي ديما تتخطأ في هذه المسائل هذي ككل سنة يعني مش تنبالغ في الموضوع ولكن رأي الناس تتخطأ تتقلب الاسم الأول مع الاسم الثاني الى آخر من هاد الأمور اللي تتوقع كثير من الأخطاء يعني الاسم اللي تكون مركب والاسم اللي تكون فيه الاسباس والاسم اللي تكون فيه الشرطة أو علامة إلى آخر فهذا هاد الأمور هذي كاملة الناس رأي تتخطأ فيها بالذات كذلك نقطة أخرى اللي نبغي نوضحها كذلك الإيميل الإيميل ديالكم يعني البريد الإلكتروني البريد الإلكتروني رأي الناس خصها تعرف البريد الإلكتروني ديالها وتعقل على المود باس يعني المفتاح السر باش تدخل الإيميل ديالك تأكد منه بأن رأي انت عاقل على المود باس كثير من الناس يوقع عليها مشكلة وتقول لك رأي نسيت المود باس دي الإيميل ديالي وما كان شكيف رجعه ما كان شكيف رجع الإيميل ديالي فلا يجلز يكون بخير هذه المسائل هذي دبطوها وحفظوا لها لأن ها إلا نجحتي في القرآن رأي تحتاج هذا الإيميل ديالك باش تعرف الأمور ديالك خصوصا فاش تجيك رسالة ديال الموعد فاش تجيك رسالة ديال الموعد غادي تم الإشعار ديالك بأن كارك توصلت بالموعد المقابلة فتخيل معايا أنت نسيت على الإيميل ديالك ونسيت على الموضباس ديالك وما عندك شي طريقة كيف ترجع لهذا الإيميل ديالك فهذا في حد دات وراء مشكل تحمل واحد تنسى أنه رجاء موعد فات يستدرك الأمر بأن رات وصل بالموعد يعني مع الأسف هذا يوقع وتنعيش ككل سنة فتفادوا هذه النقطة هذه بالذات مسألة أخرى يوم تسجيل يوم تدخل البيانات القرعة ديالك تدخل البيانات الاسم تتوصل في الآخير بأن ستسجل 100% وتتخرج لك صفحة صفحة ديالك تسجيل فحتفظ به هذه الصفحة هذه الصفحة هي رسالة تأكيد هي التأكيد كيف ستحتفظ بها خلي عندك في PC أو رسلها الإيميل ديالك الشخصي أو رسلها الشي صديقة ديالك في المثال أو يعني تحتفظ بها أو ديرها في شي USB أو ديرها في شي حاجة لتعقل عليها لتعقل عليها مزيان من هذه الناحية هذه فحتفظوا بهذه الرسالة ديال التأكيد لأن في النهار النتائج سيأتي القوم ديال البشار سيقول لك نسيت الـ ونسيت الإيميل ونسيت هذه كيف أرد دارك الموقف دابة يعني فشت الجل دابة دارك الموقف وجد الحلول ديالك يعني تخطيط عن بعد خطط الأمور عن بعد مستقبلا وهذا هذا ماشي غير في القرعة الأمريكية ديروا مبدأ في الحياة ديالك أنك تدير واحد الأمور اللي تحافظ عليها واللي بغي توصل لها بمعنى الكلمة فلا يجلزيكم بخير احتافظوا بهذه المعلومات وهذه البيانات ديالكم وأي خطأ في التسجيل الأولي كما ذكرت في الفيديو رأى ما صير دياله الإقصاء يوم المقابلة رأى وخط ربح وخط ربح في القرعة الأمريكية وخط صحح في الديأس المشكل يعني مثلا نفترض أنك ما دخلتش الأولاد ديالك في التسجيل الأولي وجيت للإستمارة ديأس وعاد على يقين مئة في المئة ومحي ذلك تشي واحد رأى الفيزا ديالك غادة تكون مرفوضة بالمئة بالمئة وهذه الحالات هذه رأى ككل سنة كل سنة توقع هذا الإشكال ديال الناس ما تتدخلش الأولاد ديالها أو توقع لهم مشكل في هذه المعلومات بالدات حتى كذلك مسألة دي العنوان الناس يعني دخل البيانات كما هي كما هي موجودة في الوثائق الرسمية اللي عندك تدخلها بالدات من هاد ناحية هادي وتعرف كيفاش تكتب هاد الأمور هادي بالدات الأمر رأى بصير يعني الأمر رأى ساهل أبسط مما تخيل لكن الناس اللي تتعقد عليها الأمور ديالها وتتحاول تدير جهادات وتتزيد من عندها فتتوقع في هاد الخطأ هذا فتفادئوا الأخطاء اللي يجازيكم بخير من هاد الناحية بالدات يعني الشروط الأساسية يوم المقابلة رأى شهادة الباكالوريا كذلك شهادة الباكحر بالنسبة للمغرب شهادة الباكحر تكون كملت 12 سنة كذلك وعندك ديبلوم مؤهل أو خبرة مهنية فرأى انت مؤهل بدون ما تكون عندك شهادة الباكالوريا من هاد ناحية هادي يعني عندك خبرة عندك ديبلوم مهني واخدام به وعندك خبرة ديبل سنتين في خمس سنوات الأخيرة رأى بإمكانك انك تشجل بالقرآن الأمريكية مكين تشهي مشكلة وخمع عندك شهادة الناس رأى دازت غير بشرط بشرط انك تشوف تعليمات ديال الشغل موافقة للشغل في أمريكا كيد موقع اللي هو onet dot net اللي فيه هاد التفاصيل كاملة واللي خصت تكون هاد الخبرة المهنية ديال سلم ديال سبعة نقاط فما فوق فهذه هي المعلومة اللي خصت تعرفها بالدات وتشوف هادك الديبلوم اللي عندك واش مقبول في سوق الشغل في أمريكا ولا لا على عن طريق هاد الموقع اللي ذكرت من هاد النحية الناس اللي مازالين تقرؤوا في الباكالوريا يعني حاليا حاليا ما كين تشي مشكل يعني ما زلت تقرؤ في الباكالوريا تشجر في القرعة ما كين تشي إشكال من هاد نحية ولا يوجد أي مشكل لأنه ان شاء الله فاش نتائج غدا تظهر في خمسة أو شهر ستاق غادي تكون هادك ساعة قريب من الدوز المشيحان والمقابلات تبدأ في شهر عشرة الفين وثلتي وعشرين شهر عشرة الفين وثلتي وعشرين تبدأ السنة المالية دي في الفين وعشرين من هاد ناحية يعني نزلت تقرؤ في الباكالوريا كين تشي مشكل تشجر في القرعة الأمريكية ما كين تشي إشكال ما عندكش الباكالوريا ما عندكش ديبلوم مؤهل ما عندكش يعني يعني باك حر وزائي 12 سنة ديال الدراسة إلى آخره ما تتقرأش في الباكالوريا حاليا لا داعي للتشجيل في القرعة الأمريكية غادي غير تضيع وقتك غادي غير تضيع فلوسك إذا نجحتي في القرعة الأمريكية فهذه المسألة اللي بغيت نوصل في هذا الفيديو هذا نتمنى إن شاء الله يعني الأمور ديالكم تكون مضبوطة في الأول لأن المصير رأى مرتبط بالتشجيل الأولي من هاد ناحية هذا هاد شي هذا رأى ما غاديش يقولولك ربما ماشي كل شي ربما رأى ما غاديش يقولولك هادك الشخص الهدف الغارة دياله هو أنه يستجل ويستقبز عدد من الناس باش يستجلون في القرعة الأمريكية فعرفوا هاد الأمور بحثوا أحسن حاجة تديرها بحث وقلب على المعلومة الراسك ما تحتاجش أنا ولا غير يعطيها لك فأنت كون مصدر البحث على المعلومة بالدات ولكم مني كل التحية والاحترام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته